بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عزيزي طالبات وطالبات الصف الاول السنوي طبعا احنا اخذنا في الفيديو اللي فات شرح الدرس التالت وهنحل النهاردة ان شاء الله الاسئلة بتاع الدرس بتاعنا اول حاجة احنا مسكنا دلوقتي مع بعض الديكمو صفحة مية وستة في كتاب مرسي الديكمو طبعا هنا دو يعني من واه يعني الى لما اقرأ ايميل على طول اعرف مين اللي كاتب الايميل وبعته المين يبه هنا جوليان وكاتبه لسامير الوبجي الموضوع دوليسي هاككلموا عن المكتبة بتاع المدرسة اول حاجة سالو سامير جو في اوليسي جون بابتيست انا بروح لمدرسة جون بابتيست وده اسم الاي المدرسة سيتان جران لسي مدرسة كبيرة مديرن حديثة هي مجهزة يعني مجهزة دو جيمانيز اتنين صالة ملعب ملعب كرة ودوزيام ايطاج ودوزيام ايطاج يعني الضور الثاني طبعا وفيها اتصال بالانترنت اللي هو الواي فاي يعني يوم التلات جو فيه ديرو شارش سور انترنت طبعا التلات بعمل ابحاث على في المكتبة في المكتبة اللي هي طبعا الموسوعات اللي هي قصص اطفال مصورة دي دي في دي استوانات افلام دي سي دي استوانات اغاني جو ايم بو كولا لكتور وانا بحب القراءة كومي كوبان مسل اصدقائي دانيال اي بيير السؤال الاول طبعا هنا اول سؤال عبدوك يمو بقول لدانسون ايميل جوليان دي كري بيوصل في وده موجود في الايميل من فوق طبعا بروح المكتبة طبعا هنا هتبقى بروح المكتبة يوم واحد هنا طبعا هنا بقول له مرد يوم التلات طبعا هو بروح المكتبة بعد كده السؤال اللي بعده دانيال ادور طبعا دانيال بيعشاء اي دانيال في اخر سطر في الدوكيمو لالكتور لان طبعا هنا جون بقول انا بحب طبعا جيم بوكو انا بحب كاسي جيم بوكو لالكتور كومي كوبان دانيال اي بيير بنحب القراءة ضلوا ليسي في المدرسة انتروف انتيران دوفوت ملعب اي كرة قدم هنكمل مع بعض صفحة مية وعشرة طبعا التمرين اللي هو بيكمل بعد طبعا صفات الملكية خلاص السؤال هنا بقول لي سي يعني مدرسة مؤنسة طبعا مين مؤنس في الاربع اللي قدامنا هتبقى مادرسة الجديدة دكري هنا جامع طبعا هدور على الجامع هنا هلقى ولديك تروس هنا ملها مؤنسة طبعا هنا تروس وطلل ايه للمؤنس المقلمة دي بتاع مين بتاع تي رجل هنا في ميناء وحنا قلنا اموة تبقى من مامي تبقى هنا ما رجل طبعا هنا هتبقى تي لي برو كوتيبك انت عشان توا هتبقى تون تا تي هنا جامع هتبقى تي المقلمة دي بتاع مين مونة طبعا مونة بتسوي قل المفرد المؤنس طب التروس مؤنسة هتبقى هنا سا تروس مقلمتها بعد كده السؤال رقم اتناشر طبعا هنا بتكلم عن جون جون بسوي طبعا هنا طبعا مفروض هتكون سا عشان مؤنسة لكن هنحولها لصن عشان اولها حرف ماله متحرك السؤال رقم تلاتداشر هنا في علامة استفهام يبقى ده سؤاله ايه واجابة بسألك الكراسة دي بتاعتك هتقول هتبقى هنا إنها ايه كرستي تمام السؤال اللي بعده طبعا الاول قلت لما قلت الكراسة دي بتاعتك قلت قا دي بتاعتي السؤال التاني يعني لا يبقى مش كراستي انا تبقى كراسته هو بعد كده السؤال اللي بعده رقم خمستاشر طبعا ادرس هنا طبعا ادرس مفروض تكون مؤنسة لكن طبعا اولها حرف متحرك فهتبقى هنا تمام بعد كده السؤال اللي بعده بول هنا سي من سك لوسك ايه طبعا من مامي تبقى موا يبقى لوسك ايه اموا يبقى الشنطة بتاعتي لا تروس اي امونة مونة دي بتسوي المفرد الاي المؤنس يبقى لا تروس اي اا لان انا بستخدم الضمار التوكيدية اللي ادامي الاربعة موا وطوا والوي وقال بعد كده عالي عالي ده بيسوي المفرد المذكر يعني يا صن يا صا يا سي طب هنا طبعا جم يبقى هنا بالنسبة لعالي الكتب بتاع مين بتاع علي يبقى هنا بتاعته هو سي طركة دي طب المضرب بتاع اه ده بتاعك يبقى بتاعك انت يبقى هنا الادوات ده البتوعي انا يبقى لي زافير بتوعي بعد كده يبقى يطني يتي طبعا هنا سي طتروس انا بسألك سؤال بقولك المقلمة دي بتاعتك هتقول بتاعتي انا تمام لان ده سؤال واجابة في حال السؤال لقولك طبعا تقول لي موا موا طبعا بنأكس مع بعض السؤال والاي والاجابة يبقى ان لما سألتك وتكسيطة المقلمة دي بتاعتك قلت لاتروس اي اموا بتاعتي انا المكتب ده بتاع المدرس طبعا المدرس بساوي ال يبقى الوي بتاعه نادين نادين دي بنتي يبقى هنتكلم يولد في صفحة مية وحداشر الحاجات مهمة جدا الادوات اللي موجودة في المكتبة طبعا سي دي صوانة صوانة اغاني دي بي دي صوانة افلام او فيديو ليفر كتب رومو روايات دكسيونير قاموس اللي هي الموسوعة مجلات اطلس كتاب الاطلس اللي هو بتاع الخرائط بي دي اللي هي رسوم متحركة بتاع الاطفال مهم جدا قدامنا ان احنا نذاكر الحاجات دي لاننا بتيجي في السيتيواسيون بي دي اللي هي رسوم متحركة ستين استوار استوار يعني قصة ابيك دي دي سان مع رسوم بورلي زنفو بالمين للاطفال يبقى لما نشوف قصص اطفال هتبقى بي دي وهنا مؤنسة نخلي بقى لا بي دي لو لاحظنا كل الاختصارات مذكرة ما فيش الا بي دي مؤنسة بعد كده دي بي دي اللي هي طبعا سوانت افلام ستان دي جيتال فيديو طبعا افلام فيديو سي بور اي كوتي يعني يستمع الموسيقى اللي هو القاموس ستان ليفر كتاب اللي هي التعريفات اللي هي الترجمة بعد كده انترنت ستين كونكسيون اتصال البحس عن المعلومات هنا اطلس طبعا كتاب الاطلس اللي هو كتاب الاي اطلس اللي هو خرائط تمام كده ستان ليبر افيك دي كارت وكارت يعني خرائط بعد كده اللي هي الرواية ستين قصة طويلة هنكمل يولاد صفحة 113 الاسئلة اول سؤال طبعا هنا بولي سون لتروس الاجابة ا دانيال طالما ا دانيال يبقى هنا السؤال اكي دايما لما يبقى السؤال واجابة احاول اقرأ الاجابة لالاجابة هي لا توصلني للسؤال الاجابة بور لير لكي اقرأ يبقى السؤال بورك واتوفا بعد كده رائع يبقى هنا لا تابلت هايبقى كومو صفلي التابلت بعد كده الاجابة ال اي اجوليان يبقى هنا طبعا اكي خلاص يبقى لا تابلت السؤال اللي بعده بور دي جوني لكي اتناول الغداء يبقى بورك واتوفا لهم راحوا المطعم الاجابة اميدي يبقى هنا اكلير في اي ساعة ودايما حروفه تجرب تبقى مشتركة ما بين السؤال والاي والاجابة يبقى هنا بعد كده السؤال اللي بعده طبعا اللي ستين مركز ابحاسي بسيك و ما هذا لان سي دي طبعا غير عاقل بعد كده الاجابة بقول لي ان اطلس يبقى انت معك اي يبقى ده سؤال غير العاقل هنردو كيمو اللي صفحة مية وستاشر اول حاجة بونجور صباح الخير جو مابيل انا اسمي جو سوي فرانسي انا فرانساوي دو مارسي من مدينة مارسيليا جابيت افيك مي بارون وانا بعيش مع والدي اي مابطيت سير واختي جو سوي اردني انا بكون اي مرتب اي بريديناميك اللي هي هيبرديناميك اللي هي يعني نشيط جدا اللي هي اسم المدرسة بتاعته جي سي كور بار جور ولكن لو مردي يوم التلات جي سلمو سنك كور وسلمو يعني فقط عندي فقط خبس حصص جو بي و سي دي اي تولي مركرو دي باكل يوم اربع انا بروح المكتبة لا جو سير في سير انترنت انا بدخل على النت جو فيديو رو شير شو بعمل ابحاس لو سامدي اللي دي مونش السبت والحد سي الويك اند دا الاي الويك اند دان ما شامبر في القضاء بتاعتي جي ان اردناتور واند اردناتور هنا اي جو جو اا دي جو فيديو اونليني وبالعب العب فيديو اونلاين تمام هنشوف الاسئلة مع بعض اول سؤال بانسون باو سي دي اي بيروح المكتبة طبعا لو مركرو دي يوم الاي الاربع لو مردي يوم التلات طبعا عنده خمس حصص بانسون جو اونلايني بيلعب اونلاين طبعا دانس شامبر في القوضة بتاعته طبعا هو مش بيحب له عدم الترتيب لانه في اول القطعة فوق اللي جو سوي اردني الدوكيمو التانية هنا بقول مواسي مادلين مادليني جو سوي فرانسيز انا فرانسوية دو مارسي من مدينة مارسيليا جابيت افيك مي بارون وانا عايشة مع والدي منفريد جوليان واخوية جوليان جو في اوليسي نوتر دام انا بروح مدرستي اسمها نوتر دام لويك اند سي لو سامدي اللي دومانج الاجازة بتاعته بتبقى السابت والحد تمام هنا ما جورني سكولير اليوم الدرسي كومنس اويت تير بيبدأ الساعة تمانية سو ترمين او كاتور زير بينتي الساعة تنين من لسي اي ديال المدرسة المثالية اي مودرن وحديثة او دوزيام اي طاج في الدور التاني انتروب ان سي دي اي جو في او سي دي اي لوار دي وانا بروح يوم الثلاث اليو جو دي يوم الاي الخميس بورفير دي زونكت سير انترنت عشان نعمل ابحث على انت او سي دي اي اللي ها دي رومو فيه روايات دي بي دي طبعا اللي هي قصص اطفال سي دي سطونات دي بي دي سطونات افلام ديكسيونير قاموس امي دي مي كوبان فو السيلف طبعا امي دي الساعة تنشر دور بنروح للم بروح مطعم المدرسة الاسئلة طبعا بصور رقم خمسة ميلاني بارلدو هتبقى صن اللي سي بتكلم عن المدرسة بتاعتهم لاجورني سكولير اليوم الدرسي ستير مين طبعا بينتهي اكاتور زير الساعة بعتاشر اللي هي الساعة اتنين ضل لفاميدو ميلاني ميلاني اليا عدد الاشخاص هتبقى كاتر برسون باباهم ومتها واخوها وهي ميلاني هتبقى يا مش بتروح لمطعم المدرسة القطعة اللي بعدها اول حاجة هنا طبعا ادريان عندك كم امتحان النهاردة قالت له انا ما عنديش امتحان يوم الاتنين تحب تروح المدرسة للمكتبة المدرسة بروح الاتنين والخميس عشان ادخل على النت كسك اللي هي البرامج التعليمية يعني السينما التعليمية في مصرح مدرسي هنبدأ مع بعض الاسئلة السؤال الاول طبعا هنا نتالي وادريا يعني ولد وبنت يبقى نتالي طبعا هي بتروح يومين في الاسبوع اللي هما يوم الاتنين ويوم الخميس ودول موجودين عندي في القطعة بعد كده المكتبة طبعا فيها مكتوب في اخر سطر فيه مصرح مدرسي طبعا بتروح المكتبة بور سرفي سير انترنت الدكيمو اللي بعدها اللي صفحة مين طمانتاشر هنقرأ الدكيمو طبعا عبارة عن ايميل الايميل اللي قدامي ده بقول لي هنا دو يعني من بريجيت او نتالي والأوب جي سي موها بتتكلم عن نفسها اول سؤال اول حاجة بقول لي سألوه نتالي جو مابيل بريجيت اسم بريجيت جي سيزون عندي ستاشر سنة جي دي كوبان دان تول موند وانا عندي اصدقاء في كل العالم جو اتدي قولي سي فيكتر اوغو وانا بدرس في مدرسة فيكتر اوغو انيس في مدينة نيس جو ام سير في سير مون ارديناتور وانا بحب طبعا ادخل عندي على الكمبيوتر بتاعي سير فيسبوك وبدخل على الفيسبوك جادور لمجازين دو مود انا بعشق مجلات المودة جي اين فوازين سامبا وانا لي واحدة جارتي طبعا ظريفة جدا سي مارتين هي مهزبة السوري السوري اتول موند بتبتسم لكل الناس المبرد وبتسلبني الاسطوانات بتاعتها لجيتار وبتعزف كويس على الجيتار قالني هي مش بتحب اطلاقا لصبور الرياضة وعيشة في مدينة مارسليا وطبعا اللي ماضي الاميل تعالوا شوف الاسئلة اول سؤال بقول لي طبعا بريجيت موجودة عندي في السطر التاني في القطعة الجادور لمود انا بعشق المودة يبقى هنا بتحب المودة السؤال اللي بعده مش بتحب اخذ سطر عندي هي بقول لي قال هي مش بتحب الرياضة يبقى مارتين هي مش رياضية السؤال اللي بعده طبعا في النص اللي قدمت نفسها وقدمت صديقتها السؤال اللي بعده بريجيت بريجيت امارتين ابيت اخر سطر عندي في الدوكيمو بيقول لي ال ابيت طبعا هي بتعيش طبعا هي جيرانها اولا وبعد كده في اخر سطر اللي قال ابيت امرسي وهي بتعيش في مارسيليا يبقى هما الاتنين عايشين في مارسيليا السؤال القطعة اللي بعد كده طبعا هنقرأ القطعة اول حاجة بعد الفصحة مدرس الماس دخل فين في الفص غير مرتبة بارتو يعني مرمية في كل حتة البصد كيستيون اوزيليب لوبروف اكي الاتروس لمن تكون المقلمة باولو رد قال له سيتا موا دي بتاعتي انا ميسيو لوبروف ايلي ديكسيونير والقامو سيتا كي بتاع من اللي طبعا السوفي ردت قال له الي اماريو ميسيو بتاع ماريو يا ميسر لوبروف جون لستيلو اي اطوان طبعا جون رد الوي كان حل يا ولاد الاسئلة اول سؤال بقول لي طبعا لانه بين البروفوسير والتلاميذ طبعا القاموس بتاع ماريو بعد كده طبعا اللي جاوبه هتبقى بعد كده اول سؤال ايه يعني ايه ده طبعا غلط لان البروفوسير طبعا صح المقلامة بتاع بولو بعدك لو بروفوسير تروف دي ساكادو لأمل ايه الشنط الظهر طبعا لقي حاجات تانية هنشوف اسئلة واحد رقم واحد في اسئلة اسئلة ايه ايه الادواء الحاجات اللي موجودة في المكتبة يبقى السؤال الثاني انت بتتكلم برلية عن يتحدث يعني هنا اجابة بتتكلم عن يبقى فيها الصورات اغاني بعد كده انت بتتكلم بتتكلم عن الانشطة اللي بتعملها في المكتبة أنا بقرأ روايات جسير في سير انترنت أنا بات تصفح على السؤال اللي بعده اربعة اتونا باللاب دي القصة المصورة بتاع الاطفال بعد كده السؤال رقم خمسة بقول لي يبقى بورس يعني لماذا ليه انت بتروح المكتبة بورس بقرأ قصص اطفال السؤال اللي بعده اللي هو رقم ستة وتطروب نخلي بالنا من يعني يا جد انت لقيت ايا كان مقلمة شنطة يبقى الاجابة يا اما هتكون لمن يا اما هتكون تخص يبقى الاجابة لما وجه سؤالها يبقى حاجة من الاتنين اللي قدامي تمام كده يبقى انت لقيت لقيت ايه مقلمة في الفصل يبقى هتقول ايه يبقى لما تكون ايه المقلمة انها بتخص يبقى اذا خلي بالنا من جد لقيت حاجة يبقى هتقول بتاع او بتخص انت بتبحس عن كلمة خلاص هتقول ايه طبعا هنقول ممكن هبحس عن كلمة عن معناها او او انا محتاج القموص عشان اترجمها السؤال رقم تمانية يعني اجزاء بتكلم عن اجزاء مدرسة يبقى طبعا هقول ثلاثين فاصل مكتب صارت العاب انكر وفناء بعد كده عن جدو الحس بتاعك في المدرسة يبقى مفروض هنا هو سألني وهو هيقول هيوجه لي سؤال يبقى هنا هيقول لكم كمعادل الحس او 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 فيزيك اجردوي انت عندك فيزياء النهاردة يبقى بيسألني عن الحس ومواعيد الحس السؤال رقم عشرة بتتكلم عن جدوى الحس او جدوى المواعيد يبقى او او ست حس النهاردة بعد كده السؤال رقم حداشر السؤال رقم حداشر يعني متى خلاص كنف بولو امتى انت بطروح المكتبة يبقى يبقى يوم الثلاث والخميس او افريلا ركري ياسون بعد الفسحة السؤال رقم اتنشر بتصف المكتبة بتاع المدرسة يبقى هي مرتبة وهي كبيرة السؤال رقم تلات اش يعني يرسم خريطة يبقى انا محتاج لكتاب اطلس انا ببحث عن كرة ارضية بعد كده السؤال الاخير اربعتاشر خلاص يبقى صديق هيوجه لسؤال عن عدد الكتب اللي موجودة فين في المكتبة هيقول اليا طبعا نومبر على طول السؤال السؤال بتاعها كم عدد يبقى هيكون السؤال رقم خمستاشر انت بتسأل طبعا صديقك تخص هزي المقلمة بتاع مين طبعا يقول طبعا يرد علي المقلمة مؤنسة بتاعتي انا انها مقلمة يبقى استخدمنا واستخدمنا خلاص كده طيب عايز ان هو يسلفك القموس بتاعه يبقى هقوله سلفني اقوله انا محتاج القموس بتاعك السؤال اللي بعد سبعتاشر عن رأيك يبقى هقوله طبعا سألني عن رأيه يعني رأيه رأيه يا مرتبة هي رائعة السؤال رقم تمنتاشر هنا طبعا السؤال رقم تمنتاشر بيقول انت بتسأل في اي ساعة سألته في اي ساعة انت بتروح المجتمع طبعا هنا رد علي في منتصف النهار بعد الحصص او يعني يتناول الغداء هو بيتغدى فين طبعا هيقول اول حاجة أنا بروح للكنتين المدرسي التانية بروح للمطعم المدرسي السؤال رقم عشرين بتعرف يعني 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 كتاب تعريفات يعني تعريفات خلاص او على فكرة مكرر جملة مرتين يبقى هي هي نفس طبعا وفيش اجابة تسمح غير الاجابتين خلاص نفس اجابة مكررة طيب السؤال رقم واحد وعشرين السؤال رقم واحد وعشرين بقول قصة يعني قصة سأل او هروح طبعا المكتبة دي مكتبة بس دي احدث شوية واوسع وببليتك برضو معناها مكتب السؤال رقم اتنين وعشرين عادي يجي فيربيتروبي يجد ونخلي بالنا منه لانه هنجد معايا في الدرس دا يبقى طبعا الى من يكون او يخص هذا القلم الالم ده المين تمام دي اول اجابة او سي يلو دو كي والألم ده بتاع من يبقى كي ودو كي لما لاقي حاجة في الارض هقول دي بتاع من بعد جت سألت بيعمل اي طبعا في المكتبة يبقى يقول والاجابة التانية هتبقى هنبدأ يا ولاد مع بعض صفحة مية اتنين وعشرين اللي هي اسئلة اول سؤال بقول طبعا هتبقى مون حد يقول مؤنس مفروض ناخد ماء لا لان يقول اول هحرف متحرك فالماء والطو صباح حوالي المون والطون والصن اتنين هنا جامعة مذكر هاخد لها كل جامعة المذكر هنا خلاص ده المي لان بتحول بعد كده هنا بقى سؤال واجابة مش تكملة هنا جملة خبرية مكملة مع بعضها ده المي وهو بخصني انا لكن الجملة هنا سؤال واجابة رد قال له يعني لأ مش كتابي بس ده كتابه هو لكن لو كان هنا في وي كنت هاقلتون هحوالها المون لو قال لي وي هاقل ايو ده كتابي لكن هاقلت نو فمش كتابي بكتابه هو النيابة الجملة من فيها بعدها يدو يد طبعا بيسوي يبقى هصارة مع الجم هتبقى طبعا الاخيرة بعد كده يبقى انا بس ألك وكملت الجملة بكمل الاخر طوايبة هتبقى سي تركت السؤال اللي بعده أول سؤال في السؤال اللي بعد بقول لي وده تعبير على بعض لا يجزأ خلاص حد يقول لي مؤنس لا ده تعبير طبعا وهو عاكس الإجابة معي لو بصيت على الإجابة بقول لي يبقى يبقى العلوم ستون مؤنسة طبعا الصفة هتيجي بريفري كومبيان بيجي بعدها يدو يدي طبعا كور بتبدأ بساكن فهنا خد الدو علي طبعا معا بتسوي المفرد يبقى خمسة الإجابة لي أبص على الإجابة لما لاقي سؤال يبقى يبقى لمن يكون القاموس ما احنا قلنا يبقى وطرس في ميناء مؤنسة هتيبقى عشان طبعا مؤنسة صار طبعا هنا طبعا بتروح المدرسة يبقى صار لو قلت بتساوي هبتساوي وقال بتاخد مذكرة هتيبقى السؤال اللي بعده هنا بقول كلمة مذكرة نخلي بقى لنا يبقى شرشته يبقى بحرف متحرك هتيبقى هنا دي الصفحة اللي بعدها صفحة مية تلاتة وعشرين خلي بالنا مجازين كلمة مذكرا خلي بالنا من الكلمات الشزر اللي ظهرت عندنا في الدرس ده هتيبقى مجازين مجلتي بعد كده طبعا هتيبقى جامع مؤنس يبقى السؤال اللي بعده سي صون دكسيونير ده قاموس هو يبقى بتاعه لاننا عارف اللي المذكر بتاخد صفات ملكية هنا بقول الإجابة دانيال يبقى هنا طبعا هتيبقى بعد كده طبعا ما معيش طبعا جملة فيها نوبا جملة من فيها هنا هتيبقى السؤال اللي بعده اول سؤال عندي بقول طبعا ده بيسوي يبقى هتيبقى ساعته طبعا خدت ما هنا لان فيه نوبا الفصل بين الكلمتين فانا قلت بعد كده كلمة مؤنسة هتيبقى طبعا هنا قلنا طبعا كلمة مذكرة لما يضيف لها تبقى جمع اي مذكر طبعا هنا هتيبقى المفامي ما فهمي ما فهمي اللي بتسوي المؤنس ما ليش دي هو عدد الاشخاص اللي موجودين داخلها ما فهمي كلمة مفردة تبقى تبقى لحفلة يبقى هصرف مع للمفرد بعد كده راكت راكت هنا طبعا مؤنسة فهاخد لها كل للمؤنس السؤال اللي بعده طبعا مذكر هتاخد ل الاجابة قال لي يبقى هنا هتبقى الشنطة بتاع من متير هنا جمع مؤنس طبعا كلها هتبقى جمع اي مؤنس يبقى انا باتكلم عن مريو ومريو دي بنت بتسوي قال يبقى طبعا بتاعتها السؤال اللي بعده هنا هنا يبقى طالما فيها هتبقى وانا ايضا انا بعشق قصص الاطفول السؤال اللي بعده طبعا في صفحة مية وعشرين ضال لقلاس النيابة النيابة جملة من فيها بعدها هي طبعا انا بحب اقرأ اللي هي بي دي اللي هي قصص الاطفال اي وبسألك طبعا لان هنا بوجه لك سؤال لان الساعة دائما وابا بيجي دامها دي مدرستك هتبقى بعدها ايوة دي مدرستي انا يبقى انا بوجه لك سؤال دي مدرستك ردينا قلنا وي لان ده سؤال واجابة فالماو الطاب يعكسه مع بعض اكي لتروس لتروس هنا جامع فهتبقى لمن تكون هذه المقلمات المقالم يعني اكي لتروس لأ لتروس جات هنا مفرد يبقى هنا هتبقى خدنا بلنا من الصور رقم تلاتة واربعة لحصل اي لتروس جامع يبقى خدت هنا الفرب مصرف مع لتروس مفرد خدنا الفرب مصرف مع للمفرد يبقى الضمير التوكيدي لبعد على قلب يبقى كما هو وهي ايضا هي راحة بعد كده السؤال رقم ستة بقول لي طبعا نخلي بالنا من طبعا هي قصص اطفال لو اجاب لها لا تبقى مفرد ولي تبقى طبعا هنا مفروض هختار جامع اي مؤنس لانه قلت طبعا الاختصار الوحيد لو مفرد مؤنس لا جاف سبعة وستة برضو ركز في السؤالين هنا لا بي دي البي دي يبقى هنا مع للمفرد هنا بقول لي وي سي ما بي دي يبقى قل لي لا بي دي اي اطواء طبعا القصة المصورة دي بتاعتك قال لي وي سي ما بي دي طبعا انها بتاعتي او تخصني السؤال اللي بعد كده هنا بقول لي لا مونتر يأموى الساعة لا مونتر يعني الساعة اي اموى يبقى سي ما مونتر يبقى دي ساعتي انا لانه جملة مكملة مع بعضها ما فيش سؤال وجابة كلير كلير اخرى اس يبقى جمعة مؤنسة ان كلمة كلير مفرد مؤنس بعد كده طبعا كي جمع هنا يبقى بعد كده يبقى انا بسأل وانت ايضا يبقى ايضا بتحب يوم الثلاث بير اي طبعا فيه نو يبقى بير اي موا بير وانا لان اي اسم زائد موا بيديني نو واي اسم زائد طوا بيديني هنا قال نو يبقى انا ملتزمة بموا طبعا هي من السوق كلها ايه مذكرة وفيها اس يبقى جمع مذكرة يبقى تولي مار دي لومير كيرو دي شي اي بي اس مي دي وامي دي عندي فترتين وفترات النهار مي دي ومينوي بتحط قدامهم اه سونو سومبا هتبقى طبعا هنا سونو سومبا دي لان طبعا مع سي وسو سي وسو في حالة النفي بتاخد الاداة بتبقى كما هي يعني مش بغيرهم ولا الدو ولا الصفحة اللي بعده صفحة مية خمسة وعشرين السؤال الاول بقول لي هنا طبعا هتبقى بتاعتو هو لان انا عارفة صوم صاسي يبقى ايه لي للمفرد يبقى هنا هتبقى طبعا ولا ما هتنفع ولا ساها تنفع لان هنا ما بدوها باي متحركوا دي للجمع تمام سور في فعل في فين في المصدر يبقى بورس في سور انترنت يبقى انا بروح طبعا للمكتبة بورس في سور انترنت بعد كده بعد كده صور رقم خمسة مونة ايني اتولدت طبعا هنا فان عشرين فطبعا هتبقى لولا لان الاعداد كلها مالها مذكرة ستة طبعا هنا اين يبقى هنا وهو ايضا بيحب يوم التلات بعد كده هنا دو طبعا او دو ابو صرف كمبيان دو رومو اليا او سي دي اي لبعدو طبعا هنا بولي ستين طبعا ما روح احنا عندنا لونين ما روح اورنج في اي حتة خلاق ربنا انه بيمشوا مذكرة مؤنس ومفرد وجامع طبعا هنا ده سؤال نركز مع علامة استفهام طبعا مجازين وانا يا جامعة مجازين كلمة اي اه مذكرة هتبقى سي صون مجازين لانا باتكلم عن تم وتوم بيساوي ال وصفاته صون صا سي يبقى سي يبقى انا اه واحنا بنحل مع بعض لو لقيت الجو صفاتها على طول مون مامي لو لقيت التو الصفات بتاعتها تون تاتي لو لقيت الال والال المفرد يبقى صون صا سي هنا انا عندي توم يبقى يا صون يا صا يا سي ماجازين كل ما مذكرها هتبقى صون ماجازين الان هالساعة قلنا دائما وابلا تسبق بقى او تير لزادو كلمة جامعة يبقى صرف الفرب مع ال الجامعة هتبقى طبعا الاجابة هنا هتبقى وا والسي وانا ايضا لانه سألني قال لي انا بحب الموسيقى وانتا ردت وا والسي بعد كده طبعا ليبري جامعة يبقى صرف الفرب مع ال الجامعة او صون لي ليبري جامعة بعد كده السؤال الاخير طبعا هنا هتبقى كم عدد الحصص اللي عندك يوم الاتنين السؤال اللي بعده لوبراس لي اي جون طبعا هنا هتبقى ا جون طبعا الاسورة بتعمين جون السؤال بعده سي لوبراس لي هنا هتبقى دو حد يقول لي يا ميس والضحيلي اللي خدنا اا هنا ولي خدنا دو هنا لما تيجي سي على طول هاخد معاها دو لما تيجي هاخد معاها يبقى عارفنا الفرق بين الاتنين اقوم له هي هي لو براس لي اي اي هو احنا اللي احنا قولنا اتر ا واتر ا معناها يخص يبقى اي ا بتاع بتخص جون لما جيت هنا قلت انه يبقى فيه هنا طبعا هتبقى دو يبقى ده الفرق بين الاتنين عشان لما اختر امتى هاخد ا وامتى هاخد دو لما لقيت سي لوبراس لي هتبقى دو جون بعد كده اي لارج طبعا اللي اجابة اي اي تمام بتاع ميني باكي اي لمن تكون المصدرة بعد كده اخر سؤال هنا لو كور دو ماس اي سو بير لو كور احنا قولنا كور حصة كلمة مفرد مذكر والاس طبعا موجودة فين في الكلمة قلبنا مع بعض يا ولاد الصفحة مية ستة وعشرين هنا بقول لي كور دو ماس صن صو يعني طبعا اي بتكلم عن الجامع يبقى لي كور دو ماس صن سو بير بعد كده مي كوبين صن طبعا كوبين صاحباتي صاحباتي تبقى جامع اي مؤنس هتبقى لي اتولده ان مارس جي ان كونترول دو ماس انزي عن احداشر يبقى هاخد قبلها لو حد يقول لي اللي ابصرف هقول الممنوع اضغام اداة معرفة مع عدد يبقى لعداد كلها مذكرة وتسبق بلو لو دائما وقبل ما نحطش اللي ابصرف امام الاعداد السؤال اللي بعده طبعا هنا بقول لي جوليا ايني او هنا طبعا هتبقى او لان ده تعبير على بعضه اللي هو او موادو واو موادو يعني في شهر خلاص صن لي دي بي دي قال لي جابة لي ايه لصن اعمونا يبقى هنا اكي صن لي دي بي دي السؤال اللي بعده اتوب اه بزوان دو انترنت اللي جابة لي بورسر فيي طلع لكاي وبعده فعله في المصدر يبقى السؤال بور كواتو يا بزوان دو انترنت لي انت محتاج انترنت اللي لا بزوان دو دي بي دي بور بور بيجي بعدها فعل فين في المصدر يبقى هنا روجر دي طبعا يشاهد انفيل سوني با طبعا بي دي احنا قلنا سي وصوصون ادواتهم بتنزل زي ما هي وي استي يعني بي دي مفرد يبقى سوني با اين بي دي السؤال اللي بعده بقول لي فورنتير هنا جامعة مؤنس هتبقى كل الجامعة المؤنس يبقى انتو عندكم يوم التلات وبكدا نكون خلصنا المراجعة بقى الايميلات ان شاء الله نحلها مع المراجعة الجاي ان شاء الله في الفيديو القادم وبكدا نكون حالينا جميع الاسئلة بتاع الدرس اتمنى من الله العلي القدير ان يوفقهم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته